اشتركوا في القناة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة الاحتياطية باعتبارها قوة رديفة لقوة رفاع البحرين كما تضمن المزايا والاستحقاقات المترتبة على ذلك وسيتم في المرحلة الاولى الاقتصار على فتح باب تطوع للمواطنين الذكور فقط من اقارب منتسب قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم فيما سيتم في المرحلة الثانية الاعلان عن فتح باب تطوع لباقي فئات المجتمع من ذكور واناث وذلك بعد استكمال المرحلة الاولى ودعت قوة الدفاع الراغبين في التقدم بطلب التطوع القيام بالتسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين وفقا للشروط المبينة على الموقع الظاهر على الشاشة اشتركوا في القناة